لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد كثيرون يسألون كيف تمت المحاكمة المعلومات التي توفرت لدينا أن المحاكمة كانت صورية إلى أبعد الحدود صورية وشكلية ومر الكرام حتى هناك معلومات تقول أن السعيد بوتفليق رفض أن يمشي المحاكمة وتم إقناعه بأنه يجب أن يحذر المحاكمة ترتاق حذر توفيق حذر ولكن الأمور أمور شكلية كلمات خفيفة الأمور معدة مسبقا الأمور تم إعدادها مسبقا والحكم صادر من قابل وتم إعداده فقط وعمل هذه المحاكمة الصورية وهذه المحاكمة التي عبارة عن شكل مصرحية على ركح القضاء العسكري فقط من أجل تمرير هذا الشيء كثير من الناس وقعوا هناك من توقع البراءة هناك من توقع رفض الدعوة نهائيا وعدم تأسيسها وهناك من توقع أن تكون أحكام مخففة ولكن لا أحد توقع أنه ممكن جدا أنه يعاد لهم نفس الحكم يعني في فيفري حكمتوا لهم 15 سنة للسعيد بوتفليق وترطاق وتوفير الآن في مطلع السنة هذه بعد سنة من 15 سنة تصير براءة تامة تامة مما يوحي على أن الحكم الأول كان بتلفون والحكم الثاني كان بتلفون واحد الثاني وليس عدالة ولا قضاء ولا أي شيء وهذا يذر لأن المشكلة التي تعانيه الجزائر هي مشكلة سياسية وحل القضايا السياسية تحل سياسيا في الدوائر السياسية مع المجتمع المدني وليست تحل عن طريق قضايا في المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية طبعا الفساد مكان القضاء ومكان العدالة ولكن الأمور السياسية التي كانت تجري في الساحة علاجها يكون سياسيا وليس بهذه الطريقة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله